أهلاً أعزائي ومرحباً بكم فيه. قراءة جديدة إذا كان العنوان قد جذبك فمن المؤكد أن لديك رسالة هنا. لك دعونا نرى إذن ماذا يقول لك التارو للمنزل قريباً فيه. المستقبل ما لا تعرفه بشكل غير متوقع وما الذي. سيفاجئك حسناً. لدينا الكتاب الأول ولكن حتى ذلك الحين. أذكرك أيضاً بتطبيق كريستينا زورباتير وعلم التنجيم المتوفر. على كل من آيفون أو أندرويد هناك وفي أي وقت تحتاج إلى دليل. يمكنك العثور علي وسأعود بتحذير بشأن الحسابات المزيفة الموجودة مصنوع. باسمي ومن يقترب منك وأطلب منك المال وأعدك بجميع أنواع. الخدمات المكان الوحيد الذي يمكنك أن تجدني فيه للجلسة هو موقع الويب الرسمي الخاص بي. كريستين زوربا بانك ما هو خارج هذا الموقع الذي أخبرتك به قبل أن يكون. حسابات مزيفة دعونا نرى. جيداً أرى هنا نقاشاً متناقضاً بعض الشيء إما مع أحد الوالدين أو مع شخص له سلطة عليك بالنسبة للبعض. قد تكون أيضاً لحظة. هنا حيث تكون مضطرباً قليلاً نعم إما فيما يتعلق بالخسارة أو فيما يتعلق. بقرار مهم قد تكون ذات صلة مع الشغف الذي لديك. قد يكون الأمر مرتبطاً بقصة حب بالنسبة للبعض منكم. لكنك في لحظة تجلس فيها على الطاولة مع شخص ما وتناقشاني. أشياء معينة ومن ناحية أخرى. أرى هنا مخاطرة إما أنك لا ترغب في تحمل الأمر. بعد الآن أو أنه للآخرين ربما يكون شخصاً لا يعرف. فقدان شيء قريب من شيء ما لمنزلك. أدعو الله من أجلك. لدينا لص لذلك قد. يكون هناك وقت يحدث فيه شيء ما لا يعجبك شيء لا يناسبك. فقد يكون ذلك إيضاً. لحظة إما أنك تريد الهروب من موقف معقد أو لديك شخص ما. في حياتك تعتقد أنه يسرق طاقتك أو تعتقد أنه ليس. في صالحك دعنا نرى ما. هو هذا الغص تجاه الآخرين ربما تشعر بالكذب والخيانة. والغش الملكة من الأندية نعم بالنسبة للبعض قد يكون منافساً أو قد تكون امرأة. تعرف أخرجك من منطقة الراحة الخاصة بك. هكذا أرى هنا نهاية ودليل ربما دليل نعم لديك وجدت واحداً أيضاً. في العلاقة مع شريكك ولم يناسبك نعم. ربما اكتشفت ذلك من شخص آخر في علاقة. وربما بالنسبة للآخرين يمكن أن تكون إيضاً لحظة. تشعر فيها ببساطة أنه لم يعد بإمكانك العطاء من وجهة نظر معينة ثم تريد التصرف بطريقة جديدة ولكن بالنسبة للبعض ما زلت أرى بوضوح ارتباطاً هنا. بعلامة نارية ليو. برج القوس يتعلق الأمر بنهاية هنا أو بشخص يشعر بالارتباط. ولديه اتصال مع توقع كبير أي أن هذه الأشياء تدوم لبعض. الوقت ربما اكتشف الآخرون بعض المظالم من الماضي ولكن بالنسبة للآخرين يمكننا أن نناقش هنا أيضاً حوله. ارتباط مهم بمبلغ من المال. ربما لمنزلك نجري مناقشة مع شخص عزيز عليك. ربما أعرف أنك قد فعلت ذلك زوجان في منزل العائلة في دائرة الأصدقاء والتي يمكن أن تكون مفيدة لك ولكن بالطبع يمكن أن تكون أيضاً فترة تركز فيها هنا على روحك. انظر لدينا ستة أكواب وسبعة سيوف ربما يكون رفيق الروح. نعم، يحاول العودة إلى حياتك ولكن بالنسبة للآخرين أرى هنا أيضاً. شخصاً ماكراً بعض الشيء يستغل. موقفاً معيناً وكأنه شخص يريد أن يأتي إلى منزلك ويصادف عائقاً أو يصادفك في لحظة ما عندما تكون. عازماً جداً فأنت واثق جداً من نفسك نعم وإما أن تخرج أمام هذا الرجل وتظهر نفسك أو أن الأمر يتعلق بحقيقة أن هذا الرجل قد يواجه عقب. هنا عجلة القدر فمن الواضح أن هناك مشكلة كبيرة القرار في الخطة الشخصية التي يتم. أخذها في هذه اللحظة بالنسبة للبعض أرى إيضاً ارتباطاً بالعلامات الثابتة برج الثور برج الأسد. برج الدلوي أود إيضاً أن أفكر في شخص عنيد قليل هنا يمكن لشخص ما العودة نعم في حياتك. مصمم جداً على الوداع نعم هذا الشخص يريد ذلك أراك مرة أخرى يريد. إعادة التواصل معك أريد السلام قريباً الكثير من المال. يأتي الكثير من المال أو أعلم أنني أعطيك بعض المال بالنسبة للآخرين يمكن أن يعني أيضاً. الفرح من وجهة نظر مهنية ولكن يمكن أن يأتي هنا. بالطبع أيضاً مع حل الموقف. المتعلق بمجال المهنة دعونا نرى ما هو الأمر مع المال. هؤلاء الجنون إذن هناك مفاجأة كبيرة هنا أن لديك حوالية. عشر عملات معدنية وسبع عملات معدنية هي مفاجأة لديك بشأن. المال ولكنها إما شيء له علاقة بقرار في اجتماع أو شيء له. علاقة بمنزلك للعائلة أو للآخرين قد يكون شيئاً متعلقاً. بالدخل أو الميراث ربما كنت تعلم أنه لا يجب أن تتلقى هذا المال والآن في المقابل نعم. تتلقى ذلك أنا أيضاً أرى شخصاً جداً يسعدني أن يأتي إليك ويعطيك. أخباراً كبيرة، أخبار جيدة تتعلق بهذه. الخطة المالية بالذاتي. لدينا ثلاثة أكواب هنا، لذا قريباً أرى هنا أنك ستستمتع. مع أحد أفراد أسرتك إما بمبلغ من المال أو أخبرتك أن هناك شخصاً ما هنا. من يحل أمراً معينناً ويأتي إليك سعيداً أو سعيداً فيه. المستقبل لدينا زيارة يأتي شخص ما لزيارتك أو ربما لقاء. لديك ربما مع صديق ربما اجتماع عمل ربما. أنت ذاهب إلى مكان ما ولكني أرى ذلك بوضوح هنا لاجتماع مع شخص عزيز. عليك هذا الاجتماع أشعر أنه يمكن أن يكون أيضاً عبر الإنترنت. نعم، لدينا اعتدال أربعة من العمولات المعدنية اتصال مع برج القوسي. مصالحة نعم شخص يريد التصالح معك أو شخص يريد إعادة الاتصال معك. ثمانية من العملات المعدنية، ستة من الأندية، أربعة. أكواب يمكن أن تكون ناجحة هنا فرحة ربما تتعلق بالمجال المالي. ربما تتعلق بالعمل أو شيء متعلق بمشروع تعمل عليه وهنا لدينا أربعة أكواب. هو أيضاً شخص يشعر بالملل قليلاً، متعب. وغاضب يمكن أن يكون أيضاً خبراً جيداً يتعلق برئيسة العمل إمرأة مشروع. مهمة لا أعرف ميم تسمع من شخص من حولك أنه على وشك ولادة طفل. ويمكن أيضاً أن يكون ما لا تفعله. تعرف على شخص غاضب إنه حزين. إنه شخص ينظر كثيراً إلى الماضي إنه شخص يجلس. بمفرده إنه يعاني دعونا نرى ما هو الخطأ في هذا الشخص من هو الرجل المشنوق أولي. هو شخص يشعر بالتضحية إنه غاضب من أنسداد سواء. لا تتواصل أيضاً لأن الطريق إليك مسدود ما زلت أرى هنا. بالطبع ارتباطاً ببرج السرطان أو برج الحوتي. نعم ربما يكون إيضاً شخصاً من حولك نعم على مفترق طرق. لذا يجب على شخص ما أن يختار ما يريده أهتم. بحياته المهنية الشخصية وهذا الرجل عالق جداً. هنا وقد يكون إيضاً شخصاً لديه مشكلة في السيارة أو لديه. أهلاً أعزائي ومرحباً بكم فيه. قراءة جديدة إذا كان العنوان قد جذبك فمن المؤكد أن لديك رسالة هنا. لك دعونا نرى إذن ماذا يقول لك التارو للمنزل قريباً فيه. المستقبل ما لا تعرفه بشكل غير متوقع وما الذي. سيفاجئك حسناً لدينا الكتاب الأول ولكن حتى ذلك الحين. أذكرك أيضاً بتطبيق كريستينا زوربا تيرو وعلم التنجيم المتوفر. على كل من آيفون وأندرويد هناك وفي أي وقت تحتاج إلى دليل. يمكنك العثور علي وسأعود بتحذير بشأن الحسابات المزيفة الموجودة مصنوع. باسمي ومن يقترب منك وأطلب منك المال وأعدك بجميع أنواع. الخدمات المكان الوحيد الذي يمكنك أن تجدني فيه للجلسة هو موقع الويب الرسمي الخاص بي. كريستينا زوربا تنك ما هو خارج هذا الموقع الذي أخبرتك به قبل أن يكون. حسابات مزيفة دعونا نرى. جيداً أرى هنا نقاشاً متناقضاً بعض الشيء إما مع أحد الوالدين أو مع شخص له سلطة عليك بالنسبة للبعض. قد تكون أيضاً لحظة هنا حيث تكون مضطرباً قليلاً النعم إما فيما يتعلق بالخسارة أو فيما يتعلق. بقرار مهم قد تكون ذات صلة مع الشغف الذي لديك. قد يكون الأمر مرتبطاً بقصة حب بالنسبة للبعض منكم. لكنك في لحظة تجلس فيها على الطاولة مع شخص ما وتناقشاني. أشياء معينة ومن ناحية أخرى. أرى هنا مخاطرة إما أنك لا ترغب في تحمل الأمر. بعد الآن أو أنه للآخرين ربما يكون شخصاً لا يعرف. فقدان شيء قريب من شيء ما لمنزلك. أدعو الله من أجلك. لدينا لص لذلك قد. يكون هناك وقت يحدث فيه شيء ما لا يعجبك شيء لا يناسبك. فقد يكون ذلك أيضاً. لحظة إما أنك تريد الهروب من موقف معقد أو لديك شخص ما. في حياتك تعتقد أنه يسرق طاقتك أو تعتقد أنه ليس في صالحك. دعنا نرى ما. هو هذا الغص تجاه الآخرين ربما تشعر بالكذب والخيانة. والغش الملكة من الأندية نعم بالنسبة للبعض قد يكون منافساً أو قد تكون مرأة. تعرف أخرجك من. منطقة الراحة الخاصة بك هكذا أرى هنا نهاية ودليل ربما دليل نعم لديك وجدت واحداً أيضاً. في العلاقة مع شريكك ولم يناسبك نعم. ربما اكتشفت ذلك من شخص آخر في علاقة وربما بالنسبة للآخرين يمكن أن تكون أيضاً لحظة. تشعر فيها ببساطة أنه لم يعد بإمكانك العطاء من وجهة نظر معينة ثم تريد التصرف بطريقة جديدة ولكن بالنسبة للبعض ما زلت أرى بوضوح ارتباطاً هنا. بعلامة نارية ليو برج القوس يتعلق الأمر بنهاية هنا أو بشخص يشعر بالارتباط. ولديه اتصال مع توقع كبير أي أن هذه الأشياء تدوم لبعض. الوقت ربما اكتشف الآخرون بعض المظالم من الماضي ولكن بالنسبة للآخرين يمكننا أن نناقش هنا أيضاً حوله. ارتباط مهم بمبلغ من المال. ربما لمنزلك نجري مناقشة مع شخص عزيز عليك. ربما أعرف أنك قد فعلت ذلك زوجان في منزل العائلة في دائرة الأصدقاء والتي يمكن أن تكون مفيدة لك ولكن بالطبع يمكن أن تكون أيضاً. فترة تركز فيها هنا على روحك. انظر لدينا ستة أكواب وسبعة سيوف ربما يكون رفيق الروح. نعم، يحاول العودة إلى حياتك ولكن بالنسبة للآخرين أرى هنا أيضاً شخصاً ماكراً بعض الشيء يستغل. موقفاً معيناً وكأنه شخص يريد أن يأتي إلى منزلك ويصادف عائقاً أو يصادفك في لحظة ما عندما تكون. عازماً جداً فأنت واثق جداً من نفسك نعم وإما أن تخرج أمام هذا الرجل وتظهر نفسك أو أن الأمر يتعلق بحقيقة أن هذا الرجل قد يواجه. عقبة هنا عجلة القدر فمن الواضح أن هناك مشكلة كبيرة القرار في الخطة الشخصية التي يتم. أخذها في هذه اللحظة بالنسبة للبعض أرى أيضاً ارتباطاً بالعلامات الثابتة برج الثور برج الأسد. برج الدلوي أود أيضاً أن أفكر في شخص عنيد قليلاً هنا يمكن لشخص ما العودة نعم في حياتك. مصمم جداً على الوداع نعم هذا الشخص يريد ذلك أراك مرة أخرى يريد. إعادة التواصل معك أريد السلام قريباً للكثير من المال. يأتي الكثير من المال أو أعلم أنني أعطيك بعض المال بالنسبة للآخرين يمكن أن يعني أيضاً. الفرح من وجهة نظر مهنية ولكن يمكن أن يأتي هنا. بالطبع أيضاً مع حل الموقف. المتعلق بمجال المهنة دعونا نرى ما هو الأمر مع المال. هؤلاء الجنون إذن هناك مفاجأة كبيرة هنا أن لديك حوالية. عشر عملات معدنية وسبع عملات معدنية هي مفاجأة لديك بشأن. المال ولكنها إما شيء له علاقة بقرار في اجتماع أو شيء له. علاقة بمنزلك للعائلة أو للآخرين قد يكون شيئاً متعلقاً. بالدخل أو الميراث ربما كنت تعلم. أنه لا يجب أن تتلقى هذا المال والآن في المقابل نعم. تتلقى ذلك أنا أيضاً أرى شخصاً جداً يسعدني أن يأتي إليك ويعطيك. أخباراً كبيرة أخبار جيدة تتعلق بهذه. الخطة المالية بالذاتي. لدينا ثلاثة أكواب هنا. لذا قريباً أرى هنا أنك ستستمتع. مع أحد أفراد أسرتك إما بمبلغ من المال أو أخبرتك أن هناك شخصاً ما هنا. من يحل أمراً معينناً ويأتي إليك سعيداً أو سعيداً فيه. المستقبل لدينا زيارة يأتي شخص ما لزيارتك أو ربما لقاء. لديك ربما مع صديق ربما اجتماع عمل ربما. أنت ذاهب إلى مكان ما ولكني أرى ذلك بوضوح هنا لاجتماع مع شخص عزيز. عليك هذا الاجتماع أشعر أنه يمكن أن يكون أيضاً عبر الإنترنت. نعم لدينا اعتدال أربعة من العمولات المعدنية اتصال مع برج القوس. مصالحة نعم شخص يريد التصالح معك أو شخص يريد إعادة الاتصال معك. ثمانية من العملات المعدنية ستة من الأندية أربعة. أكواب يمكن أن تكون ناجحة هنا فرحة ربما تتعلق بالمجال المالي. ربما تتعلق بالعمل أو شيء متعلق بمشروع تعمل عليه وهنا لدينا أربعة أكواب هو أيضاً شخص يشعر بالملل قليلاً. متعب وغاضب يمكن أن يكون أيضاً خبراً جيداً يتعلق برئيسة العمل إمرأة مشروع. مهمة لا أعرف ميم تسمع من شخص من حولك أنه على وشك ولادة طفل. ويمكن أيضاً أن يكون ما لا تفعله. تعرف على شخص غاضب إنه حزين. إنه شخص ينظر كثيراً إلى الماضي إنه شخص يجلس. بمفرده إنه يعاني دعونا نرى ما هو الخطأ في هذا الشخص من هو الرجل المشنوق أولي. هو شخص يشعر بالتضحية إنه غاضب من أنسداد سواء. لا تتواصل أيضاً لأن الطريق إليك مسدود ما زلت أرى هنا. بالطبع ارتباطاً ببرج السرطان أو برج الحوتي. نعم ربما يكون إيضاً شخصاً من حولك نعم على مفترق طرق. لذا يجب على شخص ما أن يختار ما يريده أهتم. بحياته المهنية الشخصية وهذا الرجل عالق جداً. هنا وقد يكون إيضاً شخصاً لديه مشكلة في السيارة أو لديه. مشاكل بشكل عام ماذا لا تعرف ملك السيوف علاقةً معه؟ برج الحمل أم أنه شخص في الحياة أنت صاحب السلطة شخص؟ لديه قرار لاتخاذه ولا يعرف ماذا. يفعل ربما أعرف أن هذا الشخص متألم هنا وكبرياء أقول إن الأمر يتعلق بنقص التواصل لا. أعرف لحظة يجب فيها على هذا الإمبراطور أن يرى الأمور منه. وجهة نظر أخرى، انظر إلى هذا الإمبراطور آسف. إما بعد الانفصال أو أنه آسف على شيء ما فعله ويريد أن يضع خلفه كل ما كان سيئاً وهو إما يريد ذلك. ليعود لك إما أن هذا الإمبراطور يفكر بجدية في التقرب منه. روحك دعنا نرى ما الأمر بشأني. ما لا تعرفه من ضيوف وأموال كثيرة ربما كان هذا الرجل لديه بعض. الضيوف أو لديه بعض الضيوف لديه بعض المناقشات حول المال أو ربما. يريد أن يأتي لزيارتك فيما يتعلق لا أعرف وأن يحضر لك شيئاً أو يعطيك. مفاجأة يريد أن يقابلك نعم. هذا الشخص ويعطيك. أخباراً جيدة للغاية بيننا قتال وحب ربما هو كذلك شخص متحمس هنا. لفكرة الحب هذا الشخص أود المزيد من التقدير المزيد من الحب مما أراه. هنا هذا الرجل إما مفاجأة هنا من امرأة ناضجة أو هو شخص على العكس يهرب من نقاش ناضج يهرب من شيء جدي شخص يمدحك، يكرمك، ما زلت أرى ولكنه أيضاً شخص غيور، فما لا تعرفه هنا هو شخص قوي نعم لديه رأي جيد فيك ولكنه في نفس الوقت يعاني نعم إنه غيور، غيور، محجوب، لا يستطيع الرد عليه رجل غير متوقع يقدم لك أخباراً للنساء ربما شريكاً، ربما شخصاً جديداً للرجال، انظر هنا هي اللحظة التي تحصل فيها على مفاجأة غير متوقعة من أحد أفراد أسرتك ولدينا عجلة الحظ الساحر شخص ما خاطر بشخص يحاول الحظ وهذا الرجل يجرب حظه بشكل غير متوقع ولدينا هنا عشر بستوني عشر قلوب قلبين ربما بشكل غير متوقع هذا الرجل يتخذ موقفاً بشأن الموقف المعقد الذي يواجهه لأنني أرى هنا أيضاً بعض المشاكل الكبيرة جداً تتعلق بالعائلة أو تتعلق بفكرة تكوين أسرة ربما لديه مشاكل مع زوجين في عائلته أو كما قلت حتى مع فكرة تكوين أسرة كوني في علاقة يبدو الأمر وكأن هذا الشخص يتمسك بكل شيء وأشعر أنه مرتبط بهذا الإمبراطور لذا يوجد شخص هنا غاضب جداً ويقوم ببعض الخطط غير المتوقعة انظر أن تتلقى أخباراً جيدة وفرحة منه بعيد شخص ماكر ونتمنى لك التوفيق بشكل غير متوقع يحاول هذا الشخص حظه نعم معك ويمكن أن يحدث هذا لا أعرف في مكان ما في يوم كبير في يوم مقدس ربما يدعوك هذا الشخص في مكان ما إلى حفلة في موعد غرامي علاقة الزفاف شركة لطيفة هل هناك أي شخص هنا لا يزال يريد شيئاً مستقراً؟ كل ما في الأمر أنه يبدو أن لديه أنسداداً ما الذي سيفاجئك رسالة رسالة تتلقى بريداً إلكترونياً؟ مكالمة هاتفية دعنا نرى ما الذي ستخشاه الكاهن الأكبر الآسى البستوني اثنين من الأندية يكون الاقتراح طويل الأمدي واضحاً لذا سواء كان اتفاقاً طويل الأمدي أو عقداً طويل الأمدي ولكن ما سيفاجئك هنا ربما نصيحة تحصل عليها من شخص ما أنت تحترم كثيراً هنا أيضاً أفكر إما بشخص من العمل أو شخص من عائلتك أو شخص لديه سلطة أخلاقية عليك ما الذي سيفاجئك دعونا نرى العالم يمنح النجاح فرحة العالم هو تحرير لكل شيء يمكن أن يعنيه العالم وفرحة منه بعيد ما زلت أرى هنا زوجين أكثر ندجاً يمكن أن يكون شخصين يتمتعان بالكثير من الخبرة الحياتية شخصان عقلانيان يمكنهم اتخاذ قرار بشأن الطريق لنفترض أن لديك زوجين من حولك وبعض الأصدقاء ربما شخصاً من العائلة والأشخاص قرروا بناء طريق ولكن بالنسبة للآخرين أكرر أعتقد أن الأمر أكثر من ذلك دعونا نرى ما الذي سيفاجئك لدينا رجل مسن وشخص لطيف وطريق طويل ربما يتعلق الأمر بشركة أجنبية ربما يتعلق الأمر بشركة ذات اسم ذكر هو عرض رائع للغاية أقضيه في صداقة منزل أجنبي وفرحة كبيرة ويمكن أيضاً أن يكون دعوة تتلقاها تكرر إلى حفلة في عيد ميلاد إلى حدث كبير الأخبار هذا هو الفرح وانظر إلى هذه الفرحة يمكنك الاحتفال به في المنزل لا أعرف مع العائلة معه صديق وانظر هناك حكم هنا نعم إنه قرار كبير دعونا نرى ما تقوله العرافة لدينا امرأة سمراء أو امرأة حازمة للغاية واثقة جداً منها سمراء رجل وبعض القيل والقال بعض المناقشات التي تجريها لذلك ربما يكون هناك شخص هنا يريد تقرب منك نعم أو ربما يتعلق الأمر بهذين الزوجين أريد كتاباً آخر لدينا اختيار زاوية لهب مزدوج أو شخص مشابه جداً لك التفكير في الروح في سلوك حب جديد شخص جديد موعد عشاء رومانسي طفل وشيء ينتهي في وقت قصير قد يكون شخص يدعوك إلى المدينة أو يدعوك إلى مكان ما طفل براءة متعة وشيء يغلق فيه وقت قصير ولدينا الحرية في أن تكون وحيداً علاقة جدية مال استقرار انظر إذا كنت مرأة فربما يوجد هنا رجل دائماً على الطريق ويتطلع بثقة كبيرة إلى العلاقة التي يود أن يقيمها معك نعم ولكني أرى إيضاً شخصاً يستطيع أصنع مفاجأة تقول الملائكة أن هذا الموقف ينتهي بالزواج وأن هذا هو توأم روحك ومن ثم لدينا موارد مالية ومالية وظيفية هي عامل يؤثر على حياتك العاطفية الآن لدينا طفل بدأ حبك يتأثر به طفل هنا أيضاً أعتقد أنه إما أن الأمر يتعلق بشخص غير ناضج عاطفياً بغض النظر عن عمره أو أن عدم النضج العاطفي موجود في أي عمر فقد يكون أيضاً موقفاً تافهاً تجاه شخص ما أو ربما يتعلق الأمر الطفل نفسه أي عدم وجود طفل أو كون المرء يركز كثيراً على فكرها الطفل ولدينا عوامل دينية تحبه تبدأ مشاعرك في التأثر ببعض مشاكل بشكل عام ماذا لا تعرف ملك السيوف علاقة معه برج الحمل أم أنه شخص في الحياة أنت صاحب السلطة شخص لديه قرار لاتخاذه ولا يعرف ماذا يفعل ربما أعرف أن هذا الشخص متألم هنا وكبرياء أقول إن الأمر يتعلق بنقص التواصل لا أعرف لحظة يجب فيها على هذا الامبراطور أن يرى الأمور منه وجهة نظر أخرى انظر إلى هذا الامبراطور آسف إما بعد الانفصال أو أنه آسف على شيء ما فعله ويريد أن يضع خلفه كل ما كان سيئاً وهو إما يريد ذلك ليعود لك إما أن هذا الامبراطور يفكر بجدية في التقرب منه روحك دعنا نرى ما الأمر بشأني ما لا تعرفه من ضيوف وأموال كثيرة ربما كان هذا الرجل لديه بعض الضيوف أو لديه بعض الضيوف لديه بعض المناقشات حول المال أو ربما يريد أن يأتي لزيارتك فيما يتعلق لا أعرف وأن يحضر لك شيئاً أو يعطيك مفاجأة يريد أن يقابلك نعم هذا الشخص ويعطيك أخباراً جيدة للغاية بيننا قتال وحب ربما هو كذلك شخص متحمس هنا لفكرة الحب هذا الشخص أود المزيد من التقدير المزيد من الحب مما أراه هنا هذا الرجل إما مفاجأة هنا من امرأة ناضجة أو هو شخص على العكس يهرب من نقاش ناضج يهرب من شيء جدي شخص يمدحك يكرمك ما زلت أرى ولكنه أيضاً شخص غيور فما لا تعرفه هنا هو شخص قوي نعم لديه رأي جيد فيك ولكنه في نفس الوقت يعاني نعم إنه غيور غيور محجوب لا يستطيع الرد عليه رجل غير متوقع يقدم لك أخباراً للنساء ربما شريكاً ربما شخصاً جديداً للرجال انظر هنا هي اللحظة التي تحصل فيها على مفاجأة غير متوقعة من أحد أفراد أسرتك ولدينا عجلة الحظ الساحر شخص ما خاطر بشخص يحاول الحظ وهذا الرجل يجرب حظه بشكل غير متوقع ولدينا هنا عشر بستوني عشر قلوب قلبين ربما بشكل غير متوقع هذا الرجل يتخذ موقفاً بشأن الموقف المعقد الذي يواجهه لأنني أرى هنا أيضاً بعض المشاكل الكبيرة جداً تتعلق بالعائلة أو تتعلق بفكرة تكوين أسرة ربما لديه مشاكل مع زوجين في عائلته أو كما قلت حتى مع فكرة تكوين أسرة كوني في علاقة يبدو الأمر وكأن هذا الشخص يتمسك بكل شيء وأشعر أنه مرتبط بهذا الإمبراطور لذا يوجد شخص هنا غاضب جداً ويقوم ببعض الخطط غير المتوقعة انظر أن تتلقى أخباراً جيدة وفرحة منه بعيد شخص ماكر ونتمنى لك التوفيق بشكل غير متوقع يحاول هذا الشخص حظه نعم معك ويمكن أن يحدث هذا لا أعرف في مكان ما في يوم كبير في يوم مقدس ربما يدعوك هذا الشخص في مكان ما إلى حفلة في موعد غرامي علاقة الزفاف شركة لطيفة هل هناك أي شخص هنا لا يزال يريد شيئاً مستقراً؟ كل ما في الأمر أنه يبدو أن لديه أنسداداً؟ ما الذي سيفاجئك رسالة رسالة تتلقى بريداً إلكترونياً؟ مكالمة هاتفية دعنا نرى ما الذي ستخشاه الكاهن الأكبر الآسى البستوني اثنين من الأندية يكون الاقتراح طويل الأمدي واضحاً لذا سواء كان اتفاقاً طويل الأمدي أو عقداً طويل الأمدي ولكن ما سيفاجئك هنا ربما نصيحة تحصل عليها من شخص ما أنت تحترم كثيراً هنا أيضاً أفكر إما بشخص من العمل أو شخص من عائلتك أو شخص لديه سلطة أخلاقية عليك ما الذي سيفاجئك دعونا نرى العالم يمنح النجاح فرحة العالم هو تحرير لكل شيء يمكن أن يعنيه العالم وفرحة منه بعيد ما زلت أرى هنا زوجين أكثر ندجاً يمكن أن يكون شخصين يتمتعان بالكثير من الخبرة الحياتية شخصان عقلانيان يمكنهم اتخاذ قرار بشأن الطريق لنفترض أن لديك زوجين من حولك وبعض الأصدقاء ربما شخصاً من العائلة والأشخاص قرروا بناء طريق ولكن بالنسبة للآخرين أكرر أعتقد أن الأمر أكثر من ذلك دعونا نرى ما الذي سيفاجئك لدينا رجل مسن وشخص لطيف وطريق طويل ربما يتعلق الأمر بشركة أجنبية ربما يتعلق الأمر بشركة ذات اسم ذكر هو عرض رائع للغاية أقضيه في صداقة منزل أجنبي وفرحة كبيرة ويمكن أيضاً أن يكون دعوة تتلقاها تكرر إلى حفلة في عيد ميلاد إلى حدث كبير الأخبار هذا هو الفرح وانظر إلى هذه الفرحة يمكنك الاحتفال به في المنزل لا أعرف مع العائلة مع صديق وانظر هناك حكم هنا نعم إنه قرار كبير دعونا نرى ما تقوله العرافة لدينا امرأة سمراء أو امرأة حازمة للغاية واثقة جداً منها سمراء رجل وبعض القيل والقال بعض المناقشات التي تجريها لذلك ربما يكون هناك شخص هنا يريد تقرب منك نعم أو ربما يتعلق الأمر بهذين الزوجين أريد كتاباً آخر لدينا اختيار زاوية لهب مزدوج أو شخص مشابه جداً لك التفكير في الروح في سلوك حب جديد شخص جديد موعد عشاء رومانسي طفل وشيء ينتهي في وقت قصير قد يكون شخص يدعوك إلى المدينة أو يدعوك إلى مكان ما طفل براءة متعة وشيء يغلق فيه وقت قصير ولدينا الحرية في أن تكون وحيداً علاقة جدية مال استقرار أنظر إذا كنت مرأة فربما يوجد هنا رجل دائماً على الطريق ويتطلع بثقة كبيرة إلى العلاقة التي يود أن يقيمها معك نعم ولكني أرى أيضاً شخصاً يستطيع أصنع مفاجأة تقول الملائكة أن هذا الموقف ينتهي بالزواج وأن هذا هو توأم روحك ومن ثم لدينا موارد مالية ومالية وظيفية هي عامل يؤثر على حياتك العاطفية الآن لدينا طفل بدأ حبك يتأثر به طفل هنا أيضاً أعتقد أنه إما أن الأمر يتعلق بشخص غير ناضج عاطفياً بغض النظر عن عمره أو أن عدم النضج العاطفي موجود في أي عمر فقد يكون أيضاً موقفاً تافهاً تجاه شخص ما أو ربما يتعلق الأمر الطفل نفسه أي عدم وجود طفل أو كون المرء يركز كثيراً على فكرها الطفل ولدينا عوامل دينية تحبه تبدأ مشاعرك في التأثر ببعض العوامل الدينية ومع ذلك فإن الملائكة تسيك باستكشاف تلك المشاعر التي ستقدمها يا أعزاء الطيبين هذه كانت التوقعات لهذا الوقت أشكركم على حضوركم وأعانقكم بشدة وأتمنى ذلك من أعماق قلبي أن المعلومات ستكون مفيدة لك ونراكم مرة أخرى في المرة القادمة أتمنى لك يوماً أو أمسية جميلة قدر الإمكان